المخا مدينة تحاول النهوض من بين الركام لتكون آمنة لسكانها بعيدا عن لضى الحرب وجحيمها الذي اكتوت به منذ انطلاق العمليات العسكرية في اليمن ولعل الخدمات الأساسية هي التحدي الأكبر أمام هذه المدينة حيث يعان السكان من تدهر كافة الخدمات بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الضرورية رغم تزايد النداءات المتكررة للجهات الرسمية الكهرباء هي احدى المعضلات الرئيسية فيها كون المدينة تقع على ساحل البحر الأحمر وتزداد فيها الأجواء حرارة خاصة مع دخول فصل الصيف وبحسب المعلومات فإن جهودا بذلت من أجل إعادة تشغيل محطات الكهرباء للمدينة وأعيدت منتصف شهر رمضان الأمر الذي أعاد الأمل للسكان بتحسنها والتغلب على المشاكل التي نتج عن ذلك التوقف الحمد لله الكهرباء شغال شوف المرائع شغال المكيف داخل الغرفة شغال السراقات كل شيء على مدى 24 ساعة طبعا إلا إذا حصل خلل فني يتم فصل التيار لمدة ساعة ساعة ونص حسب العمل الذي يتم إسراحه وتعادة تيار الكهربائي وسعت الجهود إلى إنارة الشوارع العامة والأسواق والأحياء السكنية والمحلات التجارية التي حرمت من الكهرباء خلال العامين الماضيين وعلى إثر ذلك أبدى المواطنون نوعا من الارتياح بعودة الكهرباء التي قد تخفف من معاناتها من المستمرة نظرا للإحتياجين متزايدين لها الحمد لله عادت إلينا الكهرباء واشتغلت المحطة الحرارية أما في السابق كان معتعودين على المواطن والطاقة الشمسية وكانت كلف الكثير الآن بدأت تيار بدأت الحياة ترقع تقدر تقول التنمية بدأت الآن في البلد هذه بعد حرمنا الناس سنتين من تيار الكهرباء لكن ذلك لم يدم طويلا فقد توقف التيار الكهرباء من جديد بسبب نفاذ كمية المازوت المشغل للمحطات وفقا للمعلومات الواردة من المدينة وبهذا تعود المشكلة إلى الواجهة من جديد وتعود معها معاناة السكان الذين جددوا نداءاتهم إلى الجهات الرسمية بسرعة إيجاد حلول جذرية لانقطاعات الكهرباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر